إني أبدأ مع حضرتك من خلال وقائع قمة المناخ هل ممكن نرى تأثيراً ملحوظاً على الأرض بعد هذه القمة؟ هو من المتوقع أن يكون في تأثيرات ملحوظة طبعاً بعد القمة الحالية لأن احنا القمة زي ما احنا شايفين كده فيه وعود مختلفة عن كل القمة السابقة بالإضافة إلى المبادرات اللي مصر أطلقتها في كل القطاعات وإن كنت أهتم أكتر بالقطاع الزراعي والمبادرة اللي تم إطلاقها في القطاع الزراعي لأن قطاع الزراع من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية إن كنا بنتكلم عن قطاع الطاقة كأحد أهم القطاعات اللي ممكن يتم النظر إليه في برامج أو أنشطة التخفيف من انبعاثات الغازات الاحتباس الحالية والتحول الأخضر والطاقة النظيفة ولكن قطاع الزراع من القطاعات الأكثر تأثراً هو القطاع اللي محتاج لبرامج تكيف وليس برامج تخفيف طيب إحنا واقع الأمر في القمة الحالية بيقول أن احنا بننتظر مع نهاية هذه القمة إن يكون فعلاً فيه تنفيذ وليس مجرد التزامات وعهود ووعود كما هو الحال في القمة السابقة وده اللي احنا بننتظر إن شاء الله بإنهاية القمة بأمر الله طيب بخلينا سأل حركة دكتور حافظ إحنا دلوقتي عندنا تحدي العالم ودول العالم كلها عايزة تحقق تنمية وعايزة تزود معدلات التنمية عندها إزاي نعمل التوازن بين إنه كل دولة عايزة تعمل تنمية وتزود معدلات التنمية عندها وفي نفس الوقت تقلل من مصادر الطاقة اللي هي ملوثة للبيئة مصادر الطاقة الأحفرية هو يمكن السؤال بالطريقة دي معناها إن إحنا عايزين نعمل التنمية كما جرت التنمية قبل ذلك إنما حقيقة الأمر إن فيه دلوقتي ما نصنع إحنا عايزين نعمل تنمية بأي شكل ملوثة لا مهون تنمية مفهوم إنما التصور أن هذه التنمية وأولاً وجود ارتباط قوي ما بين النمو والطاقة ده موجود ولكن بيقل مقس لهذا الارتباط مع التطور التكنيليوش تاني حاجة إن وسائل توفير موارد الطاقة اختلفت ومن هنا نشأ تعبير اسمه الانتقال الطاقي الانتقال الطاقي الانتقال الطاقي وهو فكرة إن إحنا بننتقل من عصر كان بيتم التعامل مع الطاقة بصورة إلى عصر بنتعامل مع الطاقة بصورة أخرى بمعنى إن إحنا كنا نعتمد على موارد معضبة زي الفحم، البترول، الغاز دلوقتي نحن نتكلم على الطاقة المتجددة كنا زمان بنتكلم على أهمية الانتاج دلوقتي إحنا بننظر أيضا إلى أهمية ترشيد الاستهلاك لأن أرخص مصدر لتوفير الطاقة هو ترشيدها لأن لا يوجد أي معنى أن أنتج الطاقة ثم أهدرها أيضا بنتكلم على فكرة تحويل قطاعات كانت بتعتمد على الطاقة بصورة زي الوقود السعيل زي قطاع النقل إلى الكهرباء وهذه الكهرباء تكون منتجة منطقات متجددة كنا بنتكلم زمان حتى في إدارة النظم الكهربائية إن إنتاجنا يتبع استهلاكنا إنما إحنا دلوقتي بنتكلم أن الاستهلاك هو الذي يتبع الإنتاج عن طريق صورة الرقمنة اللي بتتم في القطاعات فبمعنى أصح أن إحنا بنتكلم على أن يكون النمو ليس كسيف لاستهلاك الطاقة أن النمو يعتمد على موارد للطاقة متجددة وهي حاليا الأرخص للإجابة على التعليق الحقيقة التي تقوليه في المقدمة هي أرخص من الطاقة التقليدية هذا النمو في استخداماتنا أن تكون استخداماتنا في الطاقة مرشدة واستفادة من التطور التكنولوجي إزاي نخليها مرشدة؟ أولا هناك تطور تكنولوجي كتير جدا يعني حجم ما يمكن أن ننتج به وحدة منطق في كثير من الإنتاج الآن بقت أقل كثيرا مما كان يستعمل في التكنولوجيات القديمة هذا جزء اتنين أن عمليات الهدر اللي كانت بتتم للطاقة أو الاستخدام الغير رشيد للطاقة سواء في القطاعات المنزلية قطاعات صناعية قطاعات المواصلات وما إلى ذلك كل ده يعني أبسط مثال في قطاع زي النقل أن النقل على القطبان هو أكثر كفاءة جدا من النقل على الطرق وبالتالي ده مطلوب النقل الجماعي هو أكثر كفاءة جدا لما بنبصلها من تكلفة النقل المواطن كيلومتر أو طن كيلومتر أعلى كفاءة جدا من النقل بسيارات الخاصة فالنقل بسيارات الكهربائية أعلى كفاءة جدا من النقل باستخدام السيارات اللي بتستعمل البترول والغاز فدي هي كيفة يعني أن فيه نوع من التداخل ما بين كفاءة الطاقة وما بين التحول في فكرة استخدامنا للطاقة